بسم الله الرحمن الرحيم الفيديو تبع اليوم هو part 2 من الانر برودكت رح نتعلم كيف نحسب long vectors long equations واذا كانوا مكتوبين داخلين ببعض بالبداية في عندنا عدد بسيط من القواعد رح نعرفه مع بعض اول اشي اذا كان عندنا zero v هتكون equals to v zero لانه هي distance فالdistance بين اي two vectors رح تكون نفسها بغض النظر رحنا من اي vector للتاني فهم equals to each other الخائدة التانية بتحييلنا u v plus w اللي حيصير زي كأنه وزانة u عملناها two vectors عملناها u v and u w اذا كنا ضربين اي جهة جوى ال vector v constant رح يطلع هذا constant لبره زي مع هون لو كنا ضربين مثلا هون u b 2 و v 3 لما نطلع الابر رح نقول two times three equals to six وبعدا هون نكتب بها u v يعني رح نضرب two constants ببعض القاعدة اللي بعديها اللي موجودة عندنا هي u minus v w برضو زي كأنه وزعناهم على بعض وعملنا u w minus v w u v minus w وحتكون u v minus u w خلينا ناخد مثال عشان يوضح الحال الاكتر قيلنا اذا قاللنا انه length w equals to and length 3 equals 3 u v equals to 3 بدو two u and v اولي اشي رح نسوي احنا رح نكتب هون بهاد الشكل رح نكتب هون two u plus v تربيع equals هون رح يكون نكتب هك two u plus v two u plus v two u plus v اوكي هلا شو الاشي اللي رح نعمله انا رح نبلش نوزع two u plus v على الجهة التانية رح يصير انه هيك two u with two u plus v with two u plus two u with v plus v with v اوكي اوكي هلا هيك صارت الاكواجن تربيع نخلينا نطلع الكونسطنس الباردة في كل الاكواجن two times two equals four u u plus two v u plus two u v plus v v هلا we know that u v equals two u to v u لأ انا ما بتفرق الديستانس بينها بغض النظر من وين بلشنا اذا رح نكتبها four u v plus هلا رح يكون لدينا four u ثربية plus v ثربية تمام هلا ضلعنا هاي بدنا نجيبها من وين بدنا نجيبها هو عطينا انه u minus v equals three يعني احنا خلينا نكتب nine equals u minus v سيحي minus u minus v كيف ممكن انه احنا نبسطها هنقول u u minus v u plus u u minus v ها يكتبها هون plus v v لانه minus times minus هاي خلينا نكتبها as minus هلا احنا نتبه حال نطلعنا السالب من الاول لبره هلا u u هي عبارة عن four اللي هي اتنين تربيع minus two v u v ما بيفرق اللي هي بدنا نطلعها هاي الماينوس مع الماينوس plus nine equals to nine هاي روح تروح مع هاي 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 طلع معانا انه u v equals two ازا هلا شو ضل بدنا نعمل بدنا نعوض به هاي الاكواجون عشان نطلع القيمة رح يكون عندنا four times u تربيع اللي هي four plus four times u plus nine equals هاي رح تكون 16 plus eight plus nine الربع هاي رح يكون هاي رح تكون 24 plus nine equals to 33 طبعا هون في عندنا تربيع ازا هي جذر الثلاثة وثلاثين خلينا ناخد مثال تاني علشان يوضح الحال اكتر شوي المثال هاد رح يكون على ماتريكس يعني احنا ما عم نشتغل مع فيكترز عم نشتغل مع ماتريكس بس هو كتير بيشبه بعض اول اشي طالب مننا انلاقي لنث u و d u v on m two by two ماتريكس اول اشي رح نعمله انه رح نقول u v equals trace u transpose v equals u one v one plus u two v two plus d u n v n لانه هي كانت القاعدة إذن length u equals تحت الجذر uu equals برضو تحت الجذر trace u transport u خلينا نطلع u transport u ونكتبهم مع بعض اللي هم مضروبيا ببعض u هي 3 4 minus 2 and 8 u transport رح تكون 3 4 minus 2 and 8 لما نضربهم ببعض الماتريكس الناترات عن شان نضرب row times column plus row times column هتكون 25 26 26 and 68 will trace equals to 25 plus 68 رح يكون equals to 93 إذن length u equals جذر 93 إذن هاي أول مطلوب جبناء المطلوب التاني هو length between u and v is a distance between them uh شو رح نعمل رح نقول جي u and v equals to u minus v إذن خلينا عول شي نقول u minus v equals to what بنقدر نترحهم لأنهم نفس size رح يكونوا 4 3 minus 5 and 7 اه اوكي نهو هلا بدي يكون فعلنا u minus v transpose مضربة ب u minus v الجواب تبعهم رح يكون 25 وانتقدروا تضربوهم وتتأكدوا هاي هي الماتريكس اللي نتجات عنا الترace تبعها رح يكون 25 plus 47 وهو رح يكون equals to 99 اذا هلا قدي يقول في equals to trace تحت الجذر trace u minus v يعني الجواب رح يكون جذر 99 اللي هي equals to 3 نطرقه بيجذر 11 اذا احنا بنشتغل بنفس الطريقة لو كان عندنا ماتريكس خلينا ناخد مثال اخير ونحلو مع بعض اعطينا انه u v equals to 2 u w equals to minus 3 v w equals minus 6 u equals 1 v 2 and w equals to 7 خلينا نحلها هاي مع بعض اول اشي بنسويه هو اننا بدنا انفككها احنا هون رح يكون في عالنا 2 v times 3 u هاد اول واحد تاني واحد رح يكون minus w times 3 u يلي بعده plus 2 v times 3 u يلي بعده minus w plus w plus sorry هاي بوصلة 2 w خلينا نطلع الثوابط لبرة رح يكون هون عندنا 6 u w minus 3 w u plus 6 v u minus 2 minus 2 w اوكي اه انا هو اعطينا انه u w equals minus 3 فانحنا هون عندنا 6 times minus 3 minus 3 times u w برضو هتكون minus 3 plus 6 times v u اعطينا اياها انها 2 minus 2 هاي equals القيمة هيك w تربيع ستكون equals to minus 2 times 40 times خلينا نكتبها 7 تربيع تمام 6 ضرب سالب 3 بتزاوي سالب 18 زائد 9 زائد 12 واخر واحدة هون رح تكون اللي هي تبعت 7 تربيع ستكون زائد 0 minus 2 times 49 الجواب النهائي اللي رح يطلع رح يكون سالب 101 تقدروا تجمعوهم وتعملوا check الفرع الثاني طالب مننا u plus v اللي تربيع هون شو رح نعمل رح نقول تحت الجذر we have u plus v u plus v خلينا نبطل نكتب الجذر او خلينا نضل نكتب فيها الجذر عشان تكون نشفتوها هيكون في عنا هون u u خلينا نكتبها على سطر جديد رح يكون هون في عنا u u u plus v u plus u v plus v v هلا u u equals to 1 square وهي equals to 1 u v هاي رح تكون 2 times 2 and v رح تكون v 2 square رح تكون 4 so we have 4 plus 4 plus 1 equals 2 جذر 9 equals 2 3 وهيك حينا حلناها وطلعنا جوابها هيك بيكون خلص درسنا اليوم بتمنى انكم تكون وصدفت وفهمت كتير منيح شكرا لحسن المتابعة وما تنسو لائك وشكرا 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 وشكرا